السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحيانا نحتاج إلى اقتطاع الخلفية من الصورة أو إلى إزالة الخلفية من صور معينة وبالأخص الصور الشخصية فنحتاج إلى شكل الشخص فقط وإزالة الخلفية التي خلفه في الحقيقة الكثير من المواقع على الانترنت تقدم هذه الخدمة كما أن هذه الخدمة موجودة في برامج التعديل على الصور كبرامج الفوتوشوب لكن شركة أدوبي تقدم هذه الخدمة طبعا بمعية أو بمساعدة الذكاء الاصطناعي وممكن بنقرة زر واحدة بدون عمليات التحديد المعقدة اللي موجودة مثلا في برنامج الفوتوشوب تقدر أنه تزيل الخلفية من الصورة وتأخذ فقط الشكل اللي أنت تريدا اللي موجود في المقدمة وهذه الخدمة هي اسمها أدوبي فوتوشوب أكسبرس هذه الخدمة رابط مالتها يعني رابط لهذه المنصة موجود في خانة الوصف في الوصف موجود فوتوشوب دوت أدوبي دوت كوم وهذه المنصة طبعا سهلة جدا ويوزر فرندلي وممكن أي شخص أنه يعمل عليها وبنقرة زر واحدة يمكن أن تحمل أو ترفع الصورة اللي تريد أن تقطع الخلفية منها أو تزيل الخلفية من عندها عن طريق upload file أنا هذه الصورة اللي أريد أنه أزيل خلفية صورتي الشخصية أريد أنه أسوي إزالة الخلفية اللي وراي وأخذ فقط الشكل مالتي حتى أنه أضيف أضيفه إلى خلفية أخرى أو أنه أعدل بالشكل اللي أرغب به فأضغط على upload file وأحمل هذه الصورة عند تحميل هذه الصورة ستظهر لهذه المنصة هذه البلاتفورم اللي أستطيع من عندها أنه أعمل الكثير من التعديلات على الصورة هذه هنا في هذه الخانة التبويبات هنا هذي ممكن تعديلات اللي أعملها على الصورة نحجي بها هذه بعديا لكن احنا هسا اللي همنا هو إزالة الخلفية من الصورة فبنقرة زر واحدة فقط أضغط على remove background وبالتالي لاحظ عملية إزالة الخلفية بشكل جميل جدا لاحظ تمت إزالة الخلفية بالكامل والإبقاء فقط على شكلي بحدود رائعة تم التحديد هنا بشكل رائع وأيضا هنا بعض الخيارات اللي تستطيع أن تعملها يعني مثلا ممكن أنه تكون الخلفية الضبابية هنا بلر background بهذه الشكل أو ممكن أنه نضيف خلفية من لون معين مثلا أسود أبيض وكثير من الألوان أو ممكن إزالة الخلفية بالكامل والاحتفاظ فقط بالشكل هنا صورة راح تكون يعني صورة PNG والصورة PNG هي صورة تكون مفرغة الخلفية ما بها خلفية يعني فهنا بعد أنه أنه أنت راض على النتاج ولاحظوا أنه الاقتطاع يعني الاقتصاص جميل جدا ودقيق جدا بالتالي تقدر تنزل هذه الصورة طبعا هذه الخدمة مجانية من شركة الادوبي وتقدر تنزل هذه الصورة عن طريق الضغط على كلمة download وأبلاي وأهنانه download image اسم الصورة ممكن أن تنطي أنت اسم تكتب اسم معين وهنا هنا تكون الصورة على شكل ملف PNG ملف PNG قلنا أنه الخلفية تكون مفرغة أوكي هنا ظاهرة سوداء هنا ظاهرة سوداء لأن هي ما موجودة أصلا الخلفية يعني مو لونها أسود لا لأن الخلفية ما موجودة فمن راح تنزل هذه الصورة ستشوف أنه هي فقط هذا الشكل موجود أما الخلفية فهي شفافة أي ممكن أن تضع أي صورة خلف هذا الشكل فتكون كخلفية وحجم الصورة هذا فنضغط على download نزلت الصورة الآن عندي لاحظ من أفتح الصورة هذه أنه الخلفية مزالة بالكامل والتحديد لاحظ شون تحديد جميل جدا وراع ممكن استخدام هذه الصورة في برامج التعديل الصور أو ممكن استخدام إضافة خلفية هذا بالنسبة إلى إزالة الخلفية هناك بعض أيضا الأدوات للتعديل على الصور مثلا resize image يعني ممكن أنه تغيير حجم الصورة crop and straighten image يعني ممكن أن اقتصاص الصورة يعني مثلا أنه اقتصصها على شكل مربع على شكل دائرة خدمة التوتشاب خدمة التوتشاب هي خدمة مسح إذا أريد أنا أمسح مثلا هذه الخدمة هي خاصة خصوصا مثلا إذا تجميل الوجه مثلا إزالة الحبوب أو إزالة التشوهات أو بعض الأمور اللي أريد أزيلها لكن ما أريد أمسحها بحيث أنه تشوه الصورة لا ممكن أنه هذه الخاصية أو هذه الأداء تقوم بمسح المنطقة المعينة واستبدالها بما يجاورها يعني مثلا إذا أريدت أمسح هذه هنا على الباب هذه بعض الصبغ أنا أريد أمسحها لكن أريد أنه المنطقة هذه تكون وكأنما هي مستمرة مع لون الباب فأحدد هذه المنطقة بهذا الشكل لاحظ اختفت صبغ ولا يوجد أي تأثير أو أي تشوه أو أي دليل على أن الصبغ أصلا كان موجود فمثلا أريد ألغي هنا مثلا هذا جهاز الكاشف الحرائق وكأنما هو ما موجود لاحظ تمت إزالته واستبدال المنطقة اللي هو بي استبدالها بما يجاورها من هذه المنطقة فظهرت كأنما هي منطقة مستمرة أو مثلا أريد ألغي هذا الحاجب حاجبي أريد أمسحه لاحظت تم مسح الحاجب بهذه الطريقة هذه خدمة التوتش أب اللي يتمكنك من مسح أي عنصر ما تريده بالصورة إزالته بالكامل من الصورة وبدون أي تشوه كذلك هنا هذه خدمة Adjust Image هنا ممكن إضافة تأثيرات على الصورة تأثيرات معينة وتأثيرات متنوعة ومتعددة وكذلك Art Effect تأثيرات فنية فمثلا هنا Oil Paint يعني تكون الصورة كأنما مرسومة بالزيت أو تكون صورة Cartoon مثلا إذا نضغط على Cartoon لاحظ هنا تم أنه تحويل الصورة بها الشكل الجميل جدا كتأثير للصورة وكثير من التأثيرات هذه اللي ممكن استخدامها ونضغط على Apply ونسوي Download مثلا للصورة ومثل ما قلنا هذه الخدمة مجانية ومقدمة من شركة Adobe ومهمة ومفيدة جدا جدا بدون داعي لتعقيدات استخدام برامج تعديل الصور كالفوتوشوب وغيرها موسيقى